بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء احنا الآن نكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نكون مع حضرته صلى الله عليه وسلم بي أبي وأمي ولذلك تعالوا نسلم على حضرة النبي بي أبي وأمي ونقول له السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا من تجدد حياتنا وتأخذنا إلى حياة السعادة والهنى السلام عليك يا رسول الله هنبدأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ مع نور من أنواره الجامعة نور جامع كده من أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللي نتكلم عنه النهاردة وحديث أبي أعلى شدد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نركز الكيس من دان نفسه وعملا لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان نقرأ الحديث مرة تانية ونتمعن في الحديث مرة تانية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إيه حضرة النبي الكيس من دان نفسه وعملا لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان هذا الحديث الحسن الذي هو في الحقيقة من أكثر الأحاديث التي سمع الناس والناس عندهم طبع كده أن ما تعرفه قد لا يكون مفيدا اللي حافظه قد لا يكون هو المفيد لك لكن هذا الحديث أنا بسميه رأس الاتزان إن الإنسان فيه حديث كده يعلم الإنسان الاتزان هذا الحديث بيخرجنا بشكل واضح والحديث ده لابد إن إحنا نشوفه ونقرأه بقراءة تانية الناس تعودت إن إلا ما تسمع الأحاديث المكررة تعتبر إن أحاديث خلاص ما إحنا عرفناه وفمناه أبدا أحاديث رسول الله لا تخلق على كسرة الرد وذلك أول حاجة بتقابلنا في هذا الحديث إيه هو؟ إن أي حديث تجد فيه هذا المعاني المتقابلة هذا ليس من قبيل صنائيات التفكير اللي صنائيات التفكير اللي فيها إيه؟ إما أو لا 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 لما تجد رسول الله صلیم يقولك الكيس والعاجز تعرف إن رسول الله صلى الله سلم عايزك تتكلم عن الاتزان تفهم الاتزان يعني إذا أردت أن تكون متزنا فكون كيسا ولا تكون ولا تكون ماذا؟ عاجزا لأن العجز عدم انتزان تعالوا نشوف الحديث رسول الله صلیم يقول الكيس من دان نفسه كتير من الناس ويبتسمى هذا الحديث بشكل غير صحيح يفهموا أن الكيس من دان نفسه والكيس هو الإنسان العاقل فالكيس هو الذي اتصف بالكياسة التي هي شيء أعلى من العقل وفي نفس الوقت أقرب إلى الحكمة يبقى هو شيء أعلى من العقل ولكن هو أقرب إلى الحكمة وكأنه هي محاولة العيش بالحكمة يبقى الإنسان الكيس هو من يعيش بالحكمة حضرت النبي قال الكيس من دان نفسه والحديث هنا بيعلمنا حاجة مهمة جدا بيعلمنا أن الكيس هو الذي يكون متزنا ويكون لديه ميزان فلذلك الكيس من يزن نفسه فكأن الكيس هو من يزن نفسه قبل أن يوزن ولذلك هو دا المعنى اللي جيه فاكرين الكلام سيدنا الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا يعني إيه اللي حاصل ولذلك جئك ذكر ماذا كاذكر اليوم الآخر كاذكر ما بعد الموت يعني كأن بيقول لنا إيه حضرة النبي الكيس من عاش باتزان ووزن أعماله هو دا الكيس طب وكيف يزن أعماله قال الكيس من وزن أعماله لأنه يأخذ مما بعد الموت تذكيرا بماذا بالميزان حتى يصل إلى الابتزان يبقى مما بعد الموت يذكره بميزان الآخرة فميزان الآخرة لا يرعبه فرسول الله سلمش بيرعبه يقوله وعمل إلى مما بعد الموت عمل إلى مما بعد الموت عمل للأهوال لا 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 عمل من بعد الموت عمل للميزان الذي سيوضع عليها عمله فعاش بميزان ليكون من أهل الاتزان